اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شادي والناس حضراتكم البرنامج بتاعنا النهاردة بيتكون من فقرتين اتنين بوسط جدا الفقرة الاولى عبارة عن شادي والاحداث بنلقي نظرة على جميع الاخبار والاحداث اللي احنا شايفين انها اهم وافضل ونتكلم عنها ونحاول نحللها طب بنحللها ليه حضراتكم ما احنا لو قلنا خبر وخلاص يبقى خبر وانتهينا ما استفدناش حاجة لكن التحليل يا فندم ممكن نوصل بالاخبار والاحداث للسبب الرئيسي بتاعها فوالله لو كان الخبر مفرح وجميل وهننبسط ونفرح به ما نعودش بقى نكرره مليون مرة ونعيش على امجاده لا نحاول نكرر التجربة دي مرة واثنين وثلاثة بناء على هذا التحليل ونعملها ونفرح وننبسط تاني وهكذا طيب لو الخبر سيء ولا فيه مشكلة ولا خبر غير مفرح مش لطيف كلام من ده نحلله يا جماعة نجيب جذوره عشان نحاول نتفاداه فيما بعد معايا النهاردة ام انا لو في ايضايا قدر اقول عليها الام المثالية اقول اديها لقب الام المثالية ادهولها السيدة المحترمة مامة محمد وعمار وهنعرف قصتها ايه مع محمد وعمار لكن في الفقرة التانية نبدأ بسرعة عشان وقتنا مجموعة الاخبار النهاردة انا عايز ابدأ الاول بعد اذنكم بموضوع الكابتن عصام جميل اللي انا استضافته الحلقة اللي فاتت كابتن عصام جميل اللي ما شافش الحلقة بطل مصر معه 46 ميدالية في العاب القوة وهو من متحدي الاعاقة وراجل محترم جدا وللأسف وزارة الشباب والرياضة غالبا ما بتعتبروش ان هو ابن من ابنائها لان ما تمش الاهتمام به ولما سلموه شقة سلموه شقة اصلا عايزة تشطيب بفلوس هو مش معامة وجودة وفي نفس الوقت يعني في نوع من التضييق يعني انت بتجيب هالي في مكان بعيد وانا محتاج مواصلات وعيالي فين وبتاع انا اسف يا جماعة حل يعتبر حل شوية يعني ما هواش حل واقعي حل يعني قد يكون للشوء الاعلى بقول قد يكون عشان ما نظلمش حد على العموم يا فندم انا تواصلت بنفسي عن طريق الاكاونت الشخصي بتاعي مع الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وبعدت لهم تلات دائما سوى سنيتين بالظبط شوفوا تلات دائما سنيتين فيديو صغير وقلت لهم لو سمحتوا السلام عليك وعايزي الرد على الكلام بتاعنا ده عايزي الرد على الموضوع ده للأسف فندم هي قصة ان ما حدش رد لا هي قصة الاسوأ ان ما حدش شافه حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة ما حدش شاف الفيديو اللي احنا بعتناه طبعا مش عايز اقول بقى دي مصيبة ونقعد نشعل للدنيا ونتكلم كلام كبير وبتعلها لحنا كلام بسيط جدا هو وزارة الشباب والرياضة كوزارة محترمة لها كل الاحترام والتقدير لما تعمل صفحة على الفيسبوك وصفحة رسمية وبعدين نفاجأ ان للأسف يعني نفاجأ للأسف ان الوزارة غير مهتمة بالرد على الناس وغير متابعة لا استأذنكم يا جماعة ده لسه الخبر الجاي يا جماعة لو سمحتوا نشيل يا جماعة الفيديو ده بعد اذنكم ده لسه الخبر الجاي فبقولكو يا جماعة اللي زعل جدا اللي زعل جدا ان محدش شاف اللي احنا بعتناه طب حضراتكو يا فانتم بتعمله ليه بتعمله ليه صفحة مجرد بنسد خانة مجرد ان احنا عملنا صفحة مجرد ان احنا بنواكب العصر فبنعمل صفحة السوشيال ميديا وخلاص وشكرا ما يا جماعة ده مش معقول طيب عشان نحل المشكلة ومنعودش نتكلم كتير بناشي التاني معالي وزير الشباب والرياضة عصام جميل ابن من ابنائك يستحق ان تقف بجواره وقفة حق بمعنى ان حضراتك تحلله مشكلته بجد مش اي حل وخلاص لأ حل المشكلة ان نحل المشكلة مش مجرد ان انا اعملت حاجة اعلامية وخلاص انا اسف في الكلمة او حل غير مرضي ممكن ما يبقاش الغرض اعلامي تمام زي الفل بس عملت غرض او عملت حل غير مرضي غير كافي وفي نفس الوقت اسمحوا لي طالما الوزارة ما تحركتش ان احنا نناشط بقى رجال الاعمال المحترمين اللي لهم باع في اعمال الخير ان هم يحاولوا يسندوا هذا البطل المحترم طبعا هم كتير جدا ولكن الاسامي اللي حضراني دلوقتي ممكن الاستاذ محمد ابو العينين الاستاذ احمد ابو عشيمة المشارة تولك قال الشيخ الناس دي كلها احنا عارفين ان لها باع في الخير فنتمنى ان هم يوقفوا جنب الكابتن المحترم ده بعد كده يا جماعة عندنا خبر من مينية ابيار ودي قرية موجودة في مركز كفر الزياد محافظة الغربية ان فينك يا فاندم بكل بساطة هبوط ارضي حتى من الارض نزلت وكلمة هبوط ارضي مش عايز الناس تتخضي كلمة هبوط ارضي بتحصل لما التربة تقع طيب التربة وقعت ليه يعني عشان ايه فيه ايه الاول المكان بتاعها فين في مدرسة ابتدائية اسمها مدرسة ابراهيم براجة الابتدائية الشهيد ابراهيم براجة الابتدائية وزا ما انتم شايفين حضراتكم الفيديو فيه هناك زي حفرة كبيرة شويتين دي حضلك موجودة في شارع وهو الشارع رئيسي بس في نفس الوقت ما هو الشارع صغير ومحندق يعني لا شارع الناس رايحة جاية فيه جنب المدرسة قريب من الوحدة الزراعية الاهالي بقى لهم خمس تيام تقريبا او اربع تيام عاملين استغاثة لكل الجهات المسؤولة الحقونا علشان ضي خطر على اولادنا هنا يا جماعة لو بصراحة كنت ناول تناول الخبر ولكن اسمحولي يعني مش هتناوله قوي ولكن هتناول حاجة حصلت انا شخصيا زائد فريق الاعداد حاولنا نتواصل مع المسؤولين عشان نعرف منهم في ايه الموضوع يا جماعة اللي انا استغربتله جدا ان احنا بنكلم المسؤولين وانا اواجه اي حد قلتله كده يا فندم احنا عايزين رأي حضرتك او تعمل معنا مداخلة او تعرفنا ايه اللي حاصل علشان احنا مش يا فرحتي نحط المشكلة من غير حال لأ احنا على قد ما نقدر لو في حاجة ايجابية نقولها نقولها لان احنا معاكم مش ضدكم احنا مع الدولة قلبا وقالبا وحتى يا جماعة لو في معارضة في اي مكان في الدنيا لازم تكون مع الدولة قلبا وقالبا لان في النهاية الصالح العام وفاجئة ان الناس كلها بتحاول ما تطلعش على الهوى بتحاول ما تتكلمش مش عارف ليه وفي ناس تقولك وانتو حطينا في دماغكو يا جماعة احنا لسه تاني حالق نحط بس نين في دماغنا مش هقول هو مين عشان برضو يبقى فيه امانة انه هو قالنا الاسبوع الجاي احتمال يعمل معانا مدخلة ويقول ان المشكلة خلصت لغاية مبارح المشكلة ما خلصتش لغاية مبارح زي ما حضركم شايفين المكان مكشوف طب اصل المشكلة يا فندم بسرعة كده تحت المكان ده اصلا في مسأة اللي ما يعرفش يا فندم في بلاد الفلاحين المسأة دي زي قناة مشقوقة صغيرة جدا بتمر فيها المياه علشان تودي الماء الرد الزراعية فدي موجودة تقريبا بطول الشارع اكيد مش بطول الشارع كله بس واخد منه مسافة حلوة يعني طيب لما يحصل فيها هبوط والناس تقع فيها والكارثة لو كان طفل صغير يبقى انا بغامر ان الاطفال دي ممكن تحصل لها مشاكل طب هل ده ينفع؟ الكارثة بقى يا جماعة في رأيي انها الكارثة يعني ان الحل ما تمش مباشرة وما لحصل ازاي الحل فجئنا ان معالي محافظة الغربية اصدر تأشرته بحل هذه المشكلة ينهر بيض سيادة المحافظ اتحرك بسرعة عشان يحل المشكلة طبعا له منه كل اللي احترام والتقدير وانه هو شاف مشكلة صغيرة عايز يحله والمشكلة الكبيرة عايز يحله لكن المشكلة يا فندم في المحليات هو يا فندم مع احترامي يعني المجلس بتاع اللي هو المجلس بتاع القرية بيسموه مجلس محل القرية ولا بيسموه اي ايا كان اسمه مجلس المحل بتاع القرية مجلس المدينة التابع ليها لها كفر الزيات أنا آسف يا فندم في الكلمة هو لازم معالي المحافظ يديكو أردر زي يا جماعة معظم الحياة الإنسانية اللي بيسمع عنها لازم تلاقي توجهات من معالي وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية طب يا جماعة أنا آسف في الكلمة إحنا عاديين في مناصبنا بنعمل إيه على فكرة ما بتكلمش دلوقتي خالص بقى عن المشكلة دي أنا بصفة عامة قاعدين في أماكننا بنعمل إيه مش عشان نخدم يا جماعة لما يكون راس الدولة الساعة خمسة الفجر يلاقيه هنا واللاقيه هنا واللاقيه هنا وشغال واللاقيه يا جماعة في أي لحظة يخش يعمل مداخلة هنا ومداخلة هنا أو يعمل يا فندم مؤتمر ويتكلم فيه وقولك أنا بكلم شعبي بصراحة يبقى إزاي المسؤولين ما يتكلموش بصراحة ويكونوا معنا مضحين دي بصراحة حاجة تحير بسرعة كده نروح لمجلس الشعب والنائبة أنا بقيت الحداد أنا شخصيا ما تشرفتش إن قابلتها قبل كده ولا مرة عشان ما أدعي الشرف لم أنله بعد ولكن هذه السيدة الفاضلة بقول سيدة فاضلة من غير معرفها شخصيا ليه أثارت أثارت نقطتين اتنين همتين جدا جدا ليه أثارت قضية قضية عامة مش مجرد بقى طلب مع احترامي للنواب يروحوا عند وكيل وزارة هنا أو عند الوزير هنا وياخد طلبات بناء الفلام من هنا هنا طب أخلص انتداب طب أعمل كذا لا 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 المرة دي بيخلص مصالح بجد بيتكلم في قضية عامة بتتكلم في قضيتين اتنين قضية أطفال الشوارع وقضية ذوي الإعقاط اللي أنا بحب بسميهم متحد الإعقاط الأستاذة آيات الحداد أنا بس بختلف معاها بقى ده الحتة بقى لتلزمني بختلف معاها إن حداك يا فندم طريقة تناول الموضوع كانت مش لطيفة إنها قالت على أولاد الشوارع دول إحنا ممكن نلموهم كلهم أو نجمحهم ونحطهم في معسكرات في الصحراء في الصحراء هو حد في الدنيا يرضى إن دانا يكون في الصحراء فكان حجتها أو منطقة المعقول طبعا أكيد بالنسبة لها إن هي قالت إيه إن معليها قالت إن هم متعودين على البرد عشان بيباتوا في الشارع ما هو معليك يا فندم لو كانوا يلاقيهم مكان يباتوا فيه أكيد ما كانوش باتوا في الشارع ثم حضرتك بتقولي ده أسواتا بمحمد علي عصر محمد علي اللي هو حكم مصر 1805 وإن هو جمع دولة علشان كان منهم فيه خطر يعني كان يوجد منهم خطر على الدولة بالإضافة اللي هو استغلوهم بعد كده في أعمال مختلفة سواء طلع صناعية سواء طلع مقاتلين كل الكلام ده ما احترام يا فندم ونحطهم في الصحر ليه ما نعمل لهم يا فندم دور رعاية ودور ضيافة واهتم بيهم ومعلمهم كل حاجة وفي الآخر كل ولد فيهم يقولوا عايزي بقى إيه هو عايزي بقى إيه نحقق له رغبته لو أبوه أمه رموه في الشارع أو ماته دي مش مشكلته دي حاجة غصبا عنه يبقى الدولة أمه وأبوه وخاله وخالته وعمه وعمته النقطة بقى هنا اللي خلتني بصراحة يعني أستعجب إن الأستاذة آيات الحداد قالت اللي أنا قلته ده بالنص بس على متحدي الإعاقة قالت عايزين نعمل لهم بيوت استضافة نرعاهم فيها اجتماعيا وفنيا وثقافيا ونعمل إشراف صحي طب إيش معنى أنا ما حظك والله وبالعكس أنا مش بهاجم حضرتك أنا معجب جدا بالفكر البناء إن أول مرة من فترة ألاقي عضو مجلس شعب يطرح قضية عامة للحل قضية عامة مش مطالب شخصية وبقولش مطالب شخصية لعضو مجلس الشعب لا هي مطالب شخصية لأهل دايرته يا فندم دي مش شغلة حضرتك شغلة حضرتك في الأساس إن حضرتك تحل القضايا العامة اللي الدولة محتاجة أنها تتحل من مجلس الشعب نروح تاني للمحليات مش عارف إحكاية المحليات معنا النهاردة واسمحوا لي أتكلم معاكو في عمارة فيصل أو برج فيصل أو عقار فيصل اللي على الطريق الدائري اللي بقى لها 10-11-12 يوم دلوقتي الحريقة بتاعتها كانت شغالة لغاية ما الدنيا بدأت تهدأ حد ممكن يقولي هو أنت جايب الخبر اليتيم القديم دا ليه يعني حرام عليك يا أخي يا أخي هات خبر طازة اتفقنا يا جماعة القصة مش في الخبر الطازة القصة نحن نحلله علشان دي كارثة بكل المقيس عايزين نحلها عايزين إيه نحلها طب نحلها إزاي أنا بس هقول شوية أسئلة ودي مش اتهمات أسئلة ومن حقي زي أي مواطن حتى مش كأعلامي زي أي مواطن من حقي أطرح أسئلة هو حضراتكم مسؤولين الحي دا كانوا فين أو المدينة دي كانوا فين أو المحافظة دي كانوا فين دا العقار على فكرة يعني مس صغير يعني هو محندق كده ألف متر بس واثناشر دور دست من الطوابق بمية وتمانية شقة طب بالله عليكم دا طلع إمتى طلع إمتى ووكل الحرم بتاع الطريق تماما بتاع الطريق الدائري كابس عليه دا شوية هينزل يبوسه دا اللي ناقص إيه يا جماعة فيه إيه طيب مش هنفرض في حضراتكم أي حاجة سوء ومش هنقول فيه تعمد هنقول لنا حضراتكم ما خدتوش بالكو دي لوحدها كرسة ومصيبة هو إحنا قاعدين في المكاتب ما بنمرش قاعدين في المكاتب ما بنلفش ممكن يكون السادة اللي موجودين دلوقتي مش هما اللي كانوا موجودين أياما العقارة بنا على عيني وعلى راسي بس حضراتكم يا فندم ما بلغتوش ليه طب حضراتكم ما بلغتوش لأن العقار دا فيه مشاكل من الأول ولا لازم سيادة الرئيس يطرح موضوع القانون وموضوع إن يبقى فيه مصالحات وموضوع العقارات وموضوع إن حد لو اعتدى على أراضي الدولة ما ينفعش عشان دي سرقة هي كل حاجة برضو لازم الرئيس لازم الكبير يتكلم طيب سيبنا من دي لما حضراتك يا فندم اتعامل تحت ورشة أحزية أو مصنع أحزية أو مغزن أحزية أيا كان أيا كان هو إيه فيه مواد مططية كويتش معاها مواد متطيرة قابلة للإشتعال وموجودة في البدروم والدور الأول علوي والبدروم خرصانة أسمنتية ديرو ما فيهاش إيه منافذ هوا السؤال هنا بكل بساطة يعني حضراتكم ما خدتوش بالك إن الموضوع ده مؤلئ ما خدتوش بالك إن الموضوع ده يمثل مشكلة ما خدتوش بالك إن ممكن تحصل مصيبة زي ما حصلت دلوقتي ولا إحنا دايماً عندنا المشاكل بتاعتنا بيسموها في علم الجودة البري والبوست قبل ولا بعد دايماً إحنا بوست قبل بيسوري بعد ما حداش قبل أبداً لازم تحصل المشكلة نزبط الدنيا بعدها وللأسف بنزبطها بس ما بنعملش للجديد أتمنى مشكلة العقارات دي ما تتكررش تاني وعلى مستوى الجمهورية لو فيه أي حد فتح أي مشروع زي ده وسط وسط كتلة سكنية لا أنا آسف الناس أهم الناس أهم من مشروعك ومن البزنس بتاعك معالي رئيس الوزرى مبارح طلع يطمن الناس وقال إن لا مساس بجميع العقارات اللي هي موجودة في المنطقة حتى لو مخالفة مش هيتم إزالتها طالما هي غير آيلة للسقوط لكن الدولة هتحاول تحسنها وتحاول ترفع مستوى المعيشة بيها تصريح محترم بيطمن الناس بس هو السؤال يا جماعة ليه إحنا بقى كناس كلما نتكلم يقولك الدولة ما بتعملش الدولة مقصرة له وحياتك عندي وحيات كل المشاهدين وحيات أنا كمان معاكو أنا واحد منكم إحنا مقصرين في حاجات معينة يا جماعة علشان كده إحنا ما بنعملش حاجتنا صح طب بنعملها صح ونخلي الدنيا تمشي الفنانة المغمورة مروى محمد دي حضراتكم طلعت في مسلسل في الحج متولي أخوها عنده قطين اتنين بس عايش فيهم وعشان ما تعيش معاها علشان عندها مرض نفسي وعياله بيزعله من نقطه أنا أسف في اللفظ اللي أقوله لحمه وعرضه فعملها يا فندم في الشارع بيزعله من لحمه وعرضه فعملوا في الشارع كده زي خيمة لها من المشمة حوالين شجرة وسايبها في الشارع أنا أسف في الكلمة لكلاب الشوارع للمختصبين وتجار المخدرات هو حضرتك يا فندم أنا مش هتجادل كتير هسألك بس سؤالين ما فكرتش أن أختك ممكن تخش أي دور رعاية طبعا ضع مرض نفسي طبعا كده ممكن تخش أي مساحة نفسية وعندنا واحدة في اسكندرية والتانية في القاهرة في العباسية وعلى فكرة مجانيين تخيل وممكن حضرتك بتليفون صغير كنت تتحل المشكلة لكن ليه يا فندم تسيبها في الشارع وتخلي الناس تدعب سوراها علشان ينقذوها واخوها موجودة على قدر الحياة احنا بنقطع فبعض انا مش عارف صلة الارحام رايحة فين وبعدين نقول يا رب طب يا رب ازاي واحنا بنقطقش الله بعد كده كمالة انا اسف للاخبار السيئة الوحشة السيدة زينب فيها سيدة عرضت بنتها عرضت بنتها الرضيع للبيع بحجة ان ما عاش في موسيا اشكر بقى هنا رجال المباحث حقي اشكر اه اشكر فاربعة وعشرين ساعة جابوها عن طريق الاكاونت وخلي بالكم فيه اكاونتات كتيرة جدا موجودة على الفيس فبالتالي فبالتالي صعب قوي انهم يتابعوا كل الكلام ده لكن وانس المعلومة وصلت في لحظتها اتحركوا عرفوا يجيبوها قبضوا عليها لقوا كده كده عندها ملف جنائي او يعني مشاكل قبل كده طيب بيتكلموا بقى معاها وبتعقيتلهم عشان الحاجة طيب يا ست الكل انت ما فكرتيش بدلا ما تبيعي بنتك ما فكرتيش تكلمي اي جمعية من الجمعيات المحترمة اللي بتساعد وما اكثرها في مصر ما تقنينيش الدنيا ديتك ظهرها والناس وحشة انا معاك لكن الجمعيات يا فندم مش وحشة لان الجمعيات حضرتك دي شغلتها وبيعملوا بحث اجتماعي وهيتأكدوا اذا كنت حضرتك محتاجة ولا لأ بجد الواحد محصور يعني وحزين ما علينا نفرفش بقى بقى شويتين كده معنا النهاردة النادي الاهلي بيلعب حالا وقبل ما ادخل كت النتيجة صفر صفر انا عايز اتكلم يا جماعة على الاهلي والكرة المصرية الاهلي لما خسر من بايرن 2-0 سبكوا بقى من التحفيل والكلام اللي بيحصل ده لن يذكر التاريخ ان الاهلي لعب مدافع او كان خايف الشوط الاولاني او ان نوير كان قاعد في نص الملعب اللي هو الجون او ان ما فيش ضربة ركنية للاهلي كل الكلام ده لن يذكروا التاريخ هيذكر التاريخ ان الاهلي خسر 2-0 في زمن برشلونة خسرت فيه 8-2 يعني الاهلي احسن من برشلونة لا طبعا ولكن اللي عايزة اقوله ان الاهلي ما استسلمش وقاتل عشان يجيب النتيجة دي وبايرن عشان اللي يكون صرحة كان بيلعب اول شوط وبعد كده كان بيلعب على الواقف اللي هو مش تاعب نفسه تمام يبقى اذا يا جماعة نشكر الاهلي على هذه النتيجة مش على الاداء على النتيجة لكن عايزة اقول حتة بقى مهمة ما تيجوا بقى يا جماعة نسيبنا من التحفيل زمالك على اهلي واهلي على زمالك والكلام التهريجي الفضي ده ونشوفوا الكرة وصلت فين في اوروبا ووصلت فين في امريكا الجنوبية واحنا قاعدين بالعاية ما ده اخرنا يا جماعة الكرة مصرية فين دلوقتي افتكروا كده من 2006-2010 لما كنا بن نيم افريقيا من المغرب فرقك الكبيرة اللي انت عايزها كاميرون كوديفوار نيجيريا تونس جزاء اي فرق انت عايزها كله بينام المغرب تلاتات واربعات وخلص الماتشو وبتلعب ايه هجوم 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 ما بترحمش ايه اللي حصل النهاردة الكرة بعافية طب ما نوقف كده وحط قدنا في قيد بعض علشان نشوف نحل القصة دي ازاي مصر في كاس العالم 2022 نفسه وصل دور التمانية الدول الافريقية اللي وصلت دور التمانية قبل كده مش احسن من مصر لعب الزمالك مصطفى محمد اتنقل لجلد اسراي وموضوع قديم وعارفينه كلنا بس يا الكاتب المحترم الزمالكاوي معتز الشامي قال كده نقطة انا عايز اصيرها بصراحة ان الموضوع خطير بيقول يا جماعة ازاي ازاي مصطفى محمد يروح اعارة باثنين مليون دولار في حين كان ممكن يتبع لنادي اوروبي بخمسة مليون دولار كاش مع نسبة من اعادة البيع انا هنا مع معتز الشامي ومش معاه معاه امتى بقى انا نادي جلد اسراي لو طب خلينا الاول ضده عشان نعرف اشرح عليكم انا ضده في حتة اللي هي ايه احنا عملنا له اعارة باثنين مليون دولار وكمان اربعة مليون نادي جلد اسراي هيشتري بيهم لو حب يشتري بعد انتهاء فترة الاعارة ادي ستة مليون يبقى انا طلعت ابني برا باثنين مليون ومخدتش الخمسة كأني سبت تلاتة بس اخدهم اربعة بعض الاعارة ده عظيم جدا جلد اسراي مش عايز ياخده مش عايز ياخده هديه لأي حد تاني بسعر اعلى زي الفلت لو في نسبة بيع مكتوبة هنا هو من اعادة بيعه من اعادة بيعه الزمالك هياخد نسبة يبقى ضد معتز الشامل لكن الكارثة لو ما فيش نسبة له من اعادة البيع لان النادي الاوروبي كان هيدي الزمالك نسبة من اعادة البيع اتمنى من مسؤولي الزمالك يردوا علينا عشان دي بجد يبقى اهدار مالعام انا ااسف نادي الزمالك ماله مالعام بعد كده يا فندم حضراتكم بنتكلم في الحتة بتاعة التربية والتعليم بسرعة عشان ما طولش عليكم معالي وزير التربية والتعليم لتاني حلقة بنجدك ارجوك الناس كلها زي ما مستنية معتشوط الزمالك والاهلي وبالذات طبعا الاهلي في كاس العالم مستنيين حضرتك هتقول ايه هتقول ايه في المؤتمر الصحفي بتاع حضرتك القادم كمان كم يوم يا فندم انا فيه ناس بلغون يرسالها اقولها لحضرتك واقتراح انا شخصيا لقيته كويس لكن انا لا انحزق لأي شيء بيقول لحضرتك يا فندم عندنا عدد الطلاب ما قبل الجميعي 23.5 مليون طالب و3.5 مليون طالب في المرحلة الجميعية بيخدم عليهم 150 الف واكتر استاذ جمع استاذ جمع بجميع الدرجات ومبعدين بقى لو قلنا المدارس اضعاف اضعاف يعني الجامعات فاقل حاجة عندنا مليون مليون ونص معلم تمام لما فندم تقريبا 29 مليون مواطن اعمل لهم حظر جزء تخيلوا بقى الخدمات المعاونة بقى عمال سوئين المترو مش هيبقى زحمة الاوتوباسات من الزحمة الميكروباسات من الزحمة التاكسيات من الزحمة الشوارع من الزحمة يا راجل ده حتى فيه ناس بتزوغ هيروح يقوده في المطاعم والقهوي برضو خلي بالك عشان بس محدش يقول لي ايه يا فندم ده يعوده على القهوي وبتاعتم ما بيزوغه برضو 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 على القهوي بقولش الكنوب بيزوغه بس فيهم فئة يعني فاللي عايز يزوغ يزوغ اللي عايز يقعد يقعد طيب ما عليك يا فندم عملت ايه عملت منصات محترمة الناس بتشكر فيها فيه ناس بتقولنها كتيرة ولكن في الاخر ده حاجة كويسة حداك عملت منصات وانلايم محترم وحاولت يا فندم انك توصل العلم لغاية الطالب انه هو ياخد العلم بالمعلقة دي نهضة ان شاء الله يا رب لما تتحقق فعلا على ارض الواقع احنا بنشكرك من دلوقتي عليها ويا رب تتحقق عشان نشكرك تاني لكن يا فندم فكر كده في حاضر جزئي لتلاتين مليون مواطن تقريبا يا سلام تخيلوا بقى كل واحد اللي في بيته بابا وممته جده وجدته اخوه صغير ولا اخوه كبير هتقول لي ما الاب والام بيشتغلوا ممكن يكونوا بيشتغلوا وممكن يكونوا الاب والام على المعاش ولو كانوا حداك يا فندم بيشتغلوا يبقى عندهم سكة تيكي العدوى من مكان الشغل مش لازم تيكي كمان من البيت يعني تمام احنا بنثق في بيانات وزارة الصحة وزارة الصحة الاول كتب بيحصل عندنا 1200-1300 حالة عدوى كل يوم حالة اصابة جديدة يعني مرة واحدة بقت 600 ده حصل امتى مع ايقاف المدارس قال له يبقى اذا الحظر الجزء بتاع المدارس جاب نتيجة نحط دي جنب دي كده ونشوف التوقيتات نلاقي ان الدنيا ايه ماشية بهذا الشكل على العموم انا مش عايز اطول على حضراتكو اكتر من كده نتقابل مع الحجة المحترمة الاستاذة المحترمة اقوى عرض عرض التريو ثلاث سندة وشهاد فراخ طابل من اختيارك مع ثلاثة بطاطس ولا تريبابسي بمية اربعين جنيه شامل الضريبة اطلب من ورعتين على 16-7-99 واستمتع بعرض التريو اعزائي مشاهدين رجعنا لكو بعد الفاصل ومعايا الست المحترمة السيدة شو بوقع ما ايه الست محمد زي ست مكلسون كده اصلا كلمة الست دي طلع عمرها في مصر لها وزناها ما تتقلش لأي حد فالنهاردة معايا الست المحترمة الست محمد والست محمار ايه بقى القصة بقى والحكاية على عكس الاخبار الوحشة اللي قاعدين نقول فيها اللي مش لطيفة اللي مش لذيذة مش عايزة اقول الفاص تانية فلان قتل فلان وفلان اتبرى من فلان وفلان طرت فلان وبتاع واخرها كده برضو كان خبر كده سيء يعني من فترة كده اسبوعين ان فيه واحد قتل ابنه عشان عنده كهرباء زادة في المخ قال لك اصلا كنت بليحه معلش يا جماعة انا غم شوية معلش يعزروني يعني فالنهاردة بقى لقينا بارقة امل بارقة امل في صرعة الرحم لقينا النهاردة امه محترمة هنعرف اتعاملت معها ازاي وهسيب لها هي التفاصيل بعدها ربنا رزقها بعمار عمار عنده فرط حركة قبل ما سيبها تتكلم عايز اقول لكو حاجة واحدة بس محمد اصبح من المخترعين عمار اصبح من الابطال في المسابقات تفاصيل بقى نعرفها من ستة كل الستة من محمد ازاي كستر حبيب اسمعيي الاول اقول اسمك الاسم الآن صاف محمد معلشي لان انا فخوري ان اقولي الاسم ده والمشاهدين كلهم يعرفوه انا سعيد جدا بك وباللي انت عاملها مع محمد وعمار الله ينور عليك ويكرمك ويا رب كل امهاتنا يبقوا زيك يا رب يكونوا احسن مني اتمنى فعلا ان كل الامهات تكون احسن مني يا رب يا ستكلم وان كان صعب اللقى بصراحة لحد احسن من حضرتك يعني اسمعيي الاول اقول لك ايه حكايتك مع محمد حيث ان هو كبير ايه حكايتك معاه ومع التوحد بدأنا امتى وازاي انا كان عندي مشاكل في الحاملة انت عارف الستة بيكون عندها حاسة ست ساعة من ايام كنت حامل في محمد حاسة ان ابني حيجي في حاجة ما اعرفش سبحان الله بعد ما اتولد اربع شهورة ما ابتدى بقى اي اعمله كده عشان يتابع زي ما كنت باشوف بتفرج على برامج على التلفزيون ازاي بتعاملوا مع البيبي لان كان ابني كبير وكده ما كانش عندي خلفية فاعمل بايدي مش بيشوف مش بينتبه لي مش بيبص لي مفيش اي حاجة معدية يبص لها معادة انا انادي لا مش بينتبه له صوت فين وفين لما اعمل له كده برضو مفيش المهم كان متأخر في كل حاجة يعني فبعد سنتين بالضبط اكتشفتنا اكتشفتنا عليه لانها برضو مش متطمنة الدكتور قال ده تخطب بس ما قالش متوحد لا يا جماعة انا ابني فيه مشكلة مش كلام بس او ان هو متأخر في كلام مش بتكلم لا لان كان اي حاجة عايزها يشدي ايدي ويسرخ ويوديني ليها لو فتحت الباب بتاع الشق يجري في وسط العربيات مش بيوقف وبعد كده بقت حاجات تانية يزوم يرايح جاي في البيت بيلف حوالي النفسه كتير ما كانش بيدوخ ما كانش عنده احساس بالتوازن يعني بالجاذبية تمام فاهم حضرتك تمام فبعد كده لقيته بقى بعد ما الحمد لله تحسن وبقى كويس وعرفنا انه عنده توحده كده اولا طبعا لاجأت الربنا لانه هو اللي في ايده انه هو يغير من حل لحل في الحسن ونام بالله فبعد كده اما اتكلم وهو كان عنده خمس سنين لقيته بيقول حاجات غريبة بتكلم باللغة العربية الفصحة كان بيقول حاجات غريبة بيقول المنخفض الجوي بتكلم عن الاحفوريات طب يا حبيبي انا متعليمي على قديم متعليمي مش عالي طب انا عايز اعرف ايه الحاجات دي طب اسمحيلي بس استوقف حضرتك يعني انا فعلا عايز ايسألك سؤال وحضرتك مترستيش اي حاجة تخص عدم النفس بتاع الاطفال ما اريطيش ما تبعتيش يعني ده مجرد متابعة وحضرتك بتطبقيها يعني والله نفسي 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 يعني كل واحد يبقى في موقع مسئولية ان الاب مسئول الام مسئولة يحاول يوصل فعلا لأحسن تربيع لأولاده مش بجملك حضرتك مثال محترم جدا لده تكمل يا فانت فبعدين يعني انا خطا تحدي صراحة يعني انا لأ انا حفظ الوراق وربنا ان شاء الله ادري على كل شي كما كانش فعلا محمد بيعرف يحسب يعني لو الارقامين اختلفهم ما كانش بيعرف يجمعهم فلما الاخصائية صدامتني وقالت ان شاء الله يحسب فعلا وهيبقى ضعيف في الرياضة بس هو عنده بسمنا من شاء الله زكاءه عالي جدا في حاجات تانية تمام لجأت الربنا وقعت عياتله سبحان الله تاني يوم رايح الله لقينا محمد بيحسب بالالاف وبطريقة غريبة كده 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 طب يا حبيبي الحاجات دي جت ازاي بسم الله ومشاء الله فسبحان الله يا رب يا رب فعلا لما بلجأ لك انت الحمد لله الحمد لله مش بتغذلني فهي فعلا بجد والله رسالة مني لكل ام يا جماعة ارجوكم ارجوكم اهتموا بولادكم مش معاك فلوس انا ربنا العالم احنا كنا بنمر بالظروف شكلها صعبة صعبة فوق ما تتخيلي هتقول لي ما معيش ان انا اكل يعني فلوس تكافيني بكرة اكله والكلام ده ليه يا ماما ده انت لو لقمة حتكليها والله من غير حاجة بس اجري على عيالك انا بيشوف ناس بيصعب علي الولاد معهم فلوس وقولوا حسنا بنعمل لهم من الزمن طب معليش يا انت طب ابنك اللي ممكن يعمل لك انت لو احسنت في تربيته وعلمتيه كويس هو اللي ممكن يشيلك هو اللي يعمل لك لكن انت بتمنل مين لا انت ابني في ابنك طيب انا اقول برضو لحضريك نقطة بصراحة درس نتعلمه من حضرتك دايما يقول لك ايه ادعوا الله وانتم موقنون ايه بالاجابة حضريك مثال حيل هذا الموضوع طيب انا مش طالع لحضريك برضو ايه الناس كده كانت متفهمة من حضرتك ان في محمد وفي توحد وفاهمين القصة وفاهمين ان حضريك شادوا ليه طبعا يا فندم كلمة شادوا يا فندم للي مش عارفين حضراتكم كلمة شادوا يا فندم بتاعني ايه الظل هي الظل لمحمد لازم تكون موجودة مع محمد في كل مكان للمريض التوحد محتاج حد يكون قريب منه يعني مامته مثلا وتكون معاه في كل حتة ليه علشان خاطر تسهله التعاملات تمام دي اسمه شادوا او ظل تمام اتفضل استيكول ما كانش مش كل الناس كانت بتتجاوب معايا او بتراعي الحتة دي لا كان فيه ناس حتى متعلمين دكاترا وفي المسابقاتك بتقبيني كتير اوباء في المسابقات ان انتي ازاي حتدخلي في المسابقة مع ابنك ساعة الحكام مش ممكن تأثر عليهم وحصل فعلا مشكلة مع دكتورة وللأسف عيالي خسروا في اليوم ده بسببها هو خير كل يجيبوا ربنا خير ما فيش مشكلة لأ دم خسروا ايه خسروا المسابقة يعني خسروا المسابقة وعلمت ان هي بسببها هي يعني طب والخسرة دي فندم كنت هنكسب ايه لو كنت خدنا المسابقة دي كان المفروض تفعيل يكملوا في امريكا يكملوا في امريكا اه طيب اسمحيلة هنا في نقطة طبعا على عودة استاذة انصاف محمد الكلام ده جماعة بتقولوا وده جماعة الكلام ده قطير جدا هو احنا ليه بنحارب المواهب ليه بنحارب الناس اللي ممكن ترفع اسم مصر بنقولك انها نروح امريكا دنيا تانية ووضع تاني ومسابقات تانية وعالمية احنا دايما نغويين كده اولادنا يطلعوا برا ينجحوا لكن احنا الحاجات الشخصية بندخلها في العمل الدنيا البوس مثل الاجانب حاجة واحدة الشغل الشغل والشخصية الشخصية فضالي استكل اسمحيلة اسأل حضرتك والد محمد نكون صرحة والد محمد بيساعد حضرتك سبحان الله انت ربنا بيطع من هنا بيوصل من هنا انا مليش انا هقطع بس حضرتك مليشي هنا على الشاشة يا فندم موات التكريمات بتاعتهم من محافظة الغربية والتكريم بتاعتهم بين على الشاشة تميل يا فندم محمد فضالي باباهم انا مليش ماما ولا بابا يعني ايه التوفهم وكده كنت برعاهم برضو يعني الحمد لله ويمكن فعلا ده اللي بيحصل لي دلوقتي ونجح ولادي التلاتة ما شاء الله يعني بسبب دعا امي وابوي ورعايت ليهم لانه برضو انا بشوف امثال غريبة في اللي بيرموا اهليهم وكده فانا بحزن بجد يعني فالحمد لله الحمد لله زوجي بسمه ما شاء الله عليه يعني هو اللي بيساعدني يعني انا دلوقتي انا ما كنتش باشتغل بس من اربع شهور اشتغلت يعني عشان يعني علاج محمد غلي والجلسات وكده تميل فبلا بق بيعوني ما شاء الله عليه هو بيروح الجلسات في الايام اللي انا مش فاضية فيها بمبدل مع بعض ممكن يساعدني برضو في البيت الولاد نفس النظام فمشاء الله كل اللي اقدر اقوله ربنا يا ربي يهدهولي ويهدي ولادي لي وينفع بهم العالم كله ان شاء الله وبعلمه المشكلة ان فيه ساعات اولياء امور والاباء بالذات بيغجلوا من عيالهم وشفتها امثال كتير يعني وانا شخصان يا فندي مش فتها ومعاكي تماما وللأسف هم مش فاهمين ان دي نعمة واختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى ويا جماعة والله ما بهزر طريق من طرق المفتوحة الفسيحة للجنة الله ينور عليك يا دخلك الجنة حتى تخلق المور فانتوا عايزين تختارهم ايه ربنا ايه دي الجميع طيب حاجات عمار ايه بقى عمار كان فرط حركة ما كانش بيقعد كان برضو بياخد بعض حاجات كده من محمد بس خفيفة فانا لما انا لاحظت قلت طالما فعلا الحاجة مش بتدوم معي وبيتقدم بسرعة لا ده هو فعلا فرط حركة بس كان ممكن تلقيبت شعبت يطلع لك عالسقف عالحطان عالبواب بس الحمد لله الحمد لله يعني فضل ربنا الحكاية هدت خالص بالجلسات بالتدريبات في البيت كان بيلعب بكورة ما شاء الله بسم الله ما شاء الله محمد ألعب قوة بسم الله ما شاء الله تحطهم في اي حاجة ربنا بيكرمني بيهم بسم الله ما شاء الله طيب بص حضيك بقى بالأمانة انا كنت ناوي قبل ما اوصل لمحمد كده وعمار اتكلم معاهم كنت ناوي ان انا يا جماعة اطلع الورقة لان بسم الله ما شاء الله صعب احفظ الكلام ده كله كلام كتير انجازات حلوة جدا بس انا مش عايز اقولها انا عايز مامتهم بالفرحة اللي في عينيها والافتخار اللي في عينيها ده ورابرة الفخر دي انا عايز اسمع منها اولادها اولادها التعب بتاعها صبر التعبها عملوا ايه ودي دي بقى يا سيدي طبعا انا هقطعك ثانية واحدة هنا يا جماعة في كاسة اهو انا هستأذب محمد وعمار انا هاخد الكاس ده معايا البيت وهتحك على اولادي وقولهم انا اللي عملت البطولة دي متفقين ولا ايه اه مش هتوافق لا احققوا علي انا غلطة شوية مادليات هنا بقى يعني هم يا جماعة لو فكروا يديني ميداليا بعد اذن حضرتك لو فكروا هنا يا فندم اني في ميداليا هنا او حاجة لو في ميداليا هنا او حاجة يعني ناخد ميداليا من دول يا جماعة كده ولا اي حاجة من الكلام ده فانا هجد ان احنا ايه حضراتكم ان زمانتو شايفين كده لو انا اخدت ميداليا واحدة مش هيحصل اي حاجة ولكن هم واضح ان هم مش مفقين شهادات تقدير بقى كتير جدا اللي انتو عايزين تقولوها يا فندم كله قلو تمام اه قولي بقى ستة يوم حاصلوا عليهم اه اول حاجة كانت في مسابقة انتل ايزف اه كانوا خدهم افضل مجهود اه كان على مستوى جمهورية تمام وابعد هما الاتنين برضو مع بعض وكان مادليا وكده وتاني حاجة كان فيه مسابقة برضو الانذار اه جهاز انذار بالصوت والصورة كان طبع ازعت وسط الدلتا حصل برضو على الكاس وعلى مادليات وكان مادل لغمالي برضو وعمار كان دخل مسابقة الواحدة للروبوت ليجو تحديد المصار وكسب في جامعة فارس بالاسكندرية كسب كاس برضو كان مادليا ومحمد دخل مسابقة منفاصلة اللي هي بتاعة العاب القوة وخذ بطولته الجمهورية السنة اللي فاتت بسم الله ما شاء الله تمام ودخل برضو مسابقة للرسم اونلاين وكسب بيها واتكرم من المحافظ برضو طيب استأذن حضريك برضو بعد اذنك انا عايز تبصي برضو بعينك على الشاشة هوت تشوفي التكريمات اللي اولاد حضرتك بياخدوها على الهواء على شاشة انا بصي انا ممكن اتكلم معاك لك انا عايزك تبصي وتشوفي بنفسك على الشاشة يعني عايز حضريك شوفي ادي اولادك ادي ثمرت جهدك ربنا باركلك اتفضل يستيكل كملي انا اتمنى بجد والله ان كل اولياء الامور يفتخروا بولادهم كده بس انت على قد ما بتتعب بتلاقي لو هم تعبوا ورا ولادهم وما فكروش غير فيهم والله ربنا هيكرمهم وهيعوضهم ان شاء الله طيب قبل ما اروح بقى لمحمد وعمار سريعا انا اقول انا حاجة حضرتك ما قلتهاش محمد كسب يا جماعة في احد الابتكارات والمسابقات في الابتكارات انه عمل حاجة كده لتفكيك القنابل اتمنى من وزارة الداخلية المحترمة بما عهدناها علي عفوا اتمنى من معالي وزير الداخلية يتبنى لو ينفع محمد في الموضوع ده بالذات بحث خطير ومهم جدا جدا عن كيفية تفكيك القنابل لو فعلا يا جماعة دي حاجة جديدة ياريت نستفيد بيها مش عايزين اي حد بقى ايه يعني يعمل مجهود ويروح حضرا انا بطلب ده وعندي امل ان حد يسمعنا ويعمل الكلام ده قول لي بقى محمد انت نفسك ايه تبقى ايه لما تجبر علم علم في مجال ايه بقى كيميا فيزيا ايه ايه المجال مثلا كيميا او تكنولوجيا الحاجات دي يعني طيب تمام انت اصلا ماهر في موضوع الكمبيوتر الحمد لله يعني اه طيب وبالنسبة للنت علاقتك ايه بالنت بقى بجيب حاجات على اليوتيوب بقى حسن حاجة الحمد لله انا بعرف يعني في النقطة دي وقبل كده برضو كنت اما بقى اما بجيب اللعبة مثلا ممكن او رو ادخلها لمن الفتحة واغير فيها حاجاتك اعايزك تبص هنا بعد اذنك وتكلم الناس نتكلم ليش انا بعايزك تكلم مصر كلها تفضل يا حبيبي تفضل تكلم بقى عشان مصر كلها تتعلم منك والأولاد كلهم يتعلموا منك يا حبيبي تفضل اه السنة بقى ساعات كده مسلا بجيب فيها بروح دخل في ملافتها بيفلها حاجات غير الحاجات اللي فيها الاساسية تمام او يعني احمل فيديوهات من طريق كده برامج او مواقع كده اه وفي حاجات تانية كنت بعملها تمام يا حبيبي وابل كده كان فيه تعديل كنا عملنا في لعبة من عدله دخلنا في اللعبة وعدلنا فيها الجودة وهي الجودة دي أساسها مش موجودة في اللعبة ذات نفسها بسم الله مش عبارة او كده ملف بتدخل فيه كده في اللعبة يروح مقاير لك جودتها خالص تسلم يا محمد تسلم والله يا حبيبي قلبي قولي بقى يا عمار باشا انت بالنسبة لك بقى قولي يا سيدي نفسك تباية لما تكبر لسه محددتش طب ميولك ايه الميول يعني نفسك بقى دكتور ايه ولا زابط ولا مهندس ولا عالم زي محمد ايه يعني اه اه مهندس بس مليسا محددش انا عايز مهندس بالذات يعني جميل بس مبدئيا بنفكر في الهندسة صح الكلام؟ طيب انت بقى حكايتك ايه مع البطولات دا والحاجات دي انا عايز افهم بتتدرب ايه بتلعب ايه كم ساعة في اليوم ولا مش على طور ولا بتعمل ايه بتعمل ايه بالزبط انا عايز الناس كلها تسمعك عشان يحاول يعملوا زيك هو عماظة المنتظر اللي انا كنت دخلتها كانت لقى المسابقة بطل الاختراعات بس يعني وان احنا بسبب كمال ان مامكا بتودينا كورسات يعني وكده فبنتعلم اكتر وبناخد عالمات اكبر عن الحاجات اللي احنا ندخلين فيها عرشان نعمل الحاجات احسن يعني كده صراحة انا اتمنى لكل الامات تقبى زي ماما دا يعني احلى كلمة تتقال لحضرتك يعني بقولك ايه مع الماراثون اللي حضرتك شغالة فيه ده وانت عمار تقول الماما اه ماما 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 انا برضه مش هنقدر نوفهم المتعب اللي بتعمت اماما برضه اه ماما ماما انا بقى يا جماعة هنا بجد سعيد يعني الاخبار اللي انا غميتكو بيها في الاول ماهيناها باخبار حلوة بحالة حلوة بحالة جميلة اه ام مع جزهة مع الاب يعني مع الاولاد كله شو في الكلمة كله بيخدم على طفلين علشان يبقوا احسن حاجة في الدنيا ويملوا العين ويفرحوا والولدين حاسين بالتعب بيشكروا الام لان فيه اولاد والعيذ بالله يتعمل لهم مهما يتعمل لهم تلاقيهم في الاخر كده فيه عقوق هنا انا مش باخد الكلام بودني انا حاسه بقلبي الطفلين دول فعلا او الشابين دول بيحبوا امهم جدا حاسين قد ايها تعبانة عشانهم وانا بقول لها من هذا المكان انا سعيد وافتخر ان حضرتك فعلا بجد معايا النهاردة بس اذنك يا محمد تناولي الشهادة دي بعد اذنك بس كده انا عايز اعرضهم كده واحدة واحدة على قد ما نقدر واظن الكاميرا اللونج بتاعت يا جماعة جيد مش كده دي يا جماعة شهادة استاذ محيوا اهالكم دي شهادة شكر وتقدير مقدمة لمحمد اشرف احمد النجار حصل على جائزة افضل مجهود في معرض انتل مكتبة الاسكندرية العلوم والهندسة في مصر 2018 شهادة تانية من الادارة التعليمية بكفر الزيات الى علاقات العامة محمد اشرف النجار تفوق علمي ابتكار تمييز او تمييز ابداعي ابداع تاني في مجال الابتكار ده من ازاعة وسط الدلتة تتشرف مدرية التربية والتعليم بالغربية خالص الشكر للطالب محمد اشرف احمد النجار بصوا يا جماعة الشهادات يعني بسم الله ما شاء الله عشان انا متولش على حضراتكم وتبقى الفقرة يعني بصوا شفي المنظر يعني انا بسم الله ما شاء الله يتعاملوا في كتاب على فكرة يا جماعة يتعاملوا في كتاب بجد والتجربة دي المفروض تدرس بقى وده غير بقى الشهادات التانية اللي هي محطوطة في كفارات فبسم الله ما شاء الله معانا كمية بمعانا كلمة كمية يعني ده غير الميداليات ده غير ده غير ده غير طب اسمحيتي ارجع لحضرك بقى تاني لجانب كده بسيط حضرتك في موقف معين صعب قبلك غير موضوع مكتبة الاسكندرية موقف صعب قبلك فعلا حسيتي ان الدنيا مش حلوة دي كانت اصعب حق هو مش متخيل ان هو الحد دلوقتي ان هو موتني من جوه على ما بفتكرها مش بقدر يخاو طب حديقي وجد نظره ايه يعني اه كنت بتابع محمد بعيد لان المدرسة كانت جديدة فهو قبر بقى فانا ايه اقول تأسيبه شوية عشان برضو الولاد بقوا شباب وكده مع محدش من اصحابه يتممر بيه كده فانا قلت تابعه من بعيد يعني لان انا شفت المدرس عمال بيدرب بطريقة فضيعة تمام فلاقيت المدرس بيقوللي بيقوللي لو سمحت انت انت وقفة كده ليه قلت له عادي بشوف ايه بني قال لي انا مش عارف اخد راحتي قلت له معلش بس عشان محمد لو تنرفز انا معرفش انت ممكن تضرابه او كده او حد يضرابه او يزهاءه ممكن يضرب حده ويعوره انا عارف ان ارفز عصابية محمد لو حد ظلمه تمام لقيته بيقوللي بيقوللي فبقول له معلش يعني انا بتابعدي من بعيد قال لي لا لو سمحت يمشي انا مش عارف اخد راحتي شدنا مع بعض الصراحة قلت له لا انا معايا قرار ان انا لا اتابع ابنه قال لي على فكرة شكلك كده انت اللي جبت له الطاعة هو ما تخيلش هو عمل فيه ايه الحد وهو الاسف فندم الكلمات ساعد بتكون عاملة زي انا اسف الكلمة بتبقى عاملة زي الزلط مش اقول الطوب تعور وتجرح اكتر من الزلط الحقيقي ما علينا واعتبر حدك ما اسمعتش الكلام ده ان ما احترامي ايا كامل اللي قال لي حدك الكلام ده ما احترامي وما احترامنا كامل لي بس من الواضح ان هو مش فاهم القصة عشان كده بقول اي كلام السؤال بقى حدك بس انا يعني اثر انتباهي نقطة حدك بتقولي انت معاكي قرار بدا قرار ده بيطلع منين انا عجيب ايه من قدرت الدمج لان محمد دمج تمام دي بتدي لحدك الحق انك تكوني مرافقة لمحمد او خصوصا التوحد تمام بالنسبة لعمار حيان الدنيا معاه هو اكتر انا ملاحظ ان هو بيقولي انا اكتر اختراعات وابتكارات وكلام من ده وكده ابتكارات ايه اكتر بيحبها عمار في البيت من هو صغير كان يفك الحاجة ويحاول يصلح لدرجة ان هو في مرة فك التلفزيون طب عارف يصلحه ولا مرجعوش لا هو كان فيه حاجة لأ هو ده هو قال لنا المشكلة فين يعني هو قال له بابا قال له الحتة دي تلا بايزة يا بابا وفعلا طلحها وده الراجل ان نفس القطعة اللي هي اتحرقت دي فعلا الراجل اللي اكتشف انه هي دي ربنا يا ربي باركلي فيهم ويحافظ لك عليهم وانا بجد شرفتوني 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 وانا كل خمس ده اعزال لكم شرفتوني ان انا بجد سعيد بوجودكم معانا مش بهزر انا سعيد جدا بوجودكم معانا اعزائي المشاهدين حلقة حلوة هي بني بيع الحلقة عشان فيه ناس برضو كلمتني على التليفون قولي يا عم تفكها شوية ايه الغم ده لا حاجة حلوة هي حاجة جميلة هي حاجة تشرفة هي ام عظيمة هي ابا عظيم حتى لو ما كانش موجود معانا ولدين زي العسل عملوا احلى شغل في الدنيا دماغ حلوة ابتكارات وكمان بطولات رياضية اظننا فيش احلى من كده عزائي المشاهدين اشوفكم على الف خير يوم الخميس الجاي ما تنسوش الساعة 6 مساء مع برنامج شادي والناس اشتركوا في القناة